اشتركوا في القناة في هذه الحلقة هنتكلم بقى عن حديث من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف به نتقي العدو الفيروسي هذا الحديث لوحده لما قرأته من خلال دراسياتنا العلم الأوبئة والفيروسات وجدت ان هذا الحديث يكفي لوحده على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه هو الحديث ده بقى هذا الحديث يعني رواه الإمام مسلم في مسند الإمام أحمد عن سيدنا أسامة بن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الوباء على العموم وبيتكلم على الطاون على الخصوص نشوف الحديث والكلمات بتاعه يقول سيدنا أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا فإذا ظهر بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نمسك الحديث ده كده ونشوف الكلمات الجميلة اللي فيه وإزاي بتخلينا نتقي الأوبئة أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوباء رجز رجز يعني عذاب رجز يعني إيه عذاب أهلك الله به الأمم قبلكم طبعا كان زمان أو بأم ما بإيه يعني بتنتشر في الكرة الأرضية كانت بتؤدي إلى خسائر ضخمة جدا وأنا هذجر وبقين مثلا وبقى بكتيري وبقى بيروسي وبقى بكتيري زي الطعون الطعون يعني قتل فيه الأوبئة اللي ظهرت منه لغاية القرن العشرين قتل حوالي 137 مليون فاردة على المساقة الأرضية يا سبحان الله الإنفلونزا أو بيئة الإنفلونزا اللي ظهرت من أول 1918 لغاية 2009 قطعت حوالي من 120 إلى 120 مليون فاردة على مستوى الكرة الأرضية إذن كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم للأوباء بأنه رجز يعني عذاب بيقتل عدد كبير جدا من الناس الحاجة التانية بيعمل خسائر ضخمة جدا في الاقتصاد العالمي السياحة تجارة العالمية إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم طب كلمة الأمم هنا لما درسنا حتة دي وده كان بحث كنت أنا تقدمت بيه في مؤتمر مدريد في أسبانيا في 2015 بفضل الله سبحانه وتعالى هذا البحث لما ذكرت إن الفيروسات بتصيب كثير من الأمم في نفس التوقيت حضر بأمثلة مثلا فيروس إنفلونزا الخنازير أصاب الخنازير ودي أمة وأصاب الإنسان وكلمة أمم أمثالكم في القرآن الكريم سطر عن عام وما من طائر يتيل وجنحي وما من دبة في الأرض ولا طائر يتيل وجنحني إلا أمم أمثالكم يبقى إذن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها يبقى إذن كلمة أمة بتشمل الإنسان أو تشمل الحيوان أو تشمل الطير طيب الأوبئة عموما بممكن تصيب أكثر من أمة يعني تصيب الإنسان وتصيب ممكن تصيب الطيور أو تصيب الحيوان إنفلونزا الطيور بتصيب الطيور وتصيب الإيه وتصيب الإنسان بتسبب في الطيور خسائر بنسبة 100% وبتسبب خسائر ضخمة جدا في الإنسان ممكن بعد الموطع فيه من فيروس إنفلونزا الطيور بيصل إلى 60% والعيادة بالله ولذلك منظمة الساحة العامية كتعاملة استراتيجية من 2010-2020 لو حدث تحور لفيروس إنفلونزا الطيور هو بينتقل من الطيور المصابة إلى الإنسان ويقف عند الإنسان ولا ينتقل من إنسان مصاب إلى إنسان آخر ودي رحمة من ربنا لأنه لو انتقل من إنسان مصاب إلى إنسان آخر ولذلك يثبت الوفيات منه 68% يعني ممكن يأكل تلتين القرى الأرضية وده اللي كانت خايفة منه النظام الساحل العالمية آنذاك وعملت استراتيجية إزاي تكافح فيروس إنفلونزا الطيور وإزاي تكافح فيروسات الإنفلونزا حتى لا تظهر عطرة تبقى منها نزمة الوفيات 60% والعياذ بالله طيب إذن هذه الفيروسات اللي هي بتعمل أو بقى خطيرة جدا إن نسان صلى الله عليه وسلم قال عذاب بيصيب الأمم قبلكم أو ريجزون أهلك من كانوا قبلكم هلال بمعنى كلمة هلال طيب بقي منه في الأرض شيء الأوبئة لا تختفي الطعول يعني أول ما ظهر قيل أنه ظهر في الصين في القرن الثاني الميلادي ثم انتقل من الصين إلى دول أخرى وظهر في مصر في القرن الخامس الميلادي والدولة البيزنطية لما كانوا محتلين مصر وكانوا بياخدوا الحبوب بيسرقوا الحبوب بتاعتنا ويعملوا شبنج في السفن والفقران كاد بتبقى بتاكل الحبوب تتغذى الحبوب فراحت معها الحبوب المصروقة إلى بيزنطة وهذا الميكروب اللي هو بيسبب بالطعون أصاب الدولة البيزنطية وقضعها الامبراطورة البيزنطية والامبراطورة بتاحهم جوستينيان وصيبها بهذا الميكروب بسميه اليارسينيا بيستس ومات مع هذا الوباء هذا الوباء اللي بيستس حصلت لكلم عنه قال بقي منه في الأرض الشاي إلى الآن في 2013 طرعت من النظام الساعة العالمية وقالت إن الطعون ما زال بقي منه في الأرض الشاي وأصاب بعض الأفراد في مدغاشكر وفي الجزائر وفي ليبيا وغيرها من الدول طيب فيروسات الإنفلونزا من 1918 إلى الآن شغالة ولم تختفي بقي منه في الأرض شيء يجيئوا أحيانا ويذهبوا أحيانا كلنا عارفين إن الأوبئة بتظهر على هيئة موجات الموجة الأولى والموجة التانية والموجة التالتة والموجة الرابعة وإحنا دخلنا على الموجة الخامسة ونوباء كورونا كوفيد 19 ويهي ربنا يسلم وينجي يبقى إذن إيه الفيروسات؟ كم أخبر مساء الله سلم تجيئوا أحيانا وتذهبوا إيه أحيانا طب هي ليه بتجيئ أحيانا وتذهب أحيانا؟ آه لأن هي بتتحور دي نمرة واحد نمرة اثنين لا تستجيب للمضادات الحاوية نمرة ثلاثة إن هي تكون موجودة في عوائل أخرى لشان كده إيه بتختفي فيها وترجع تظهر مرة تانية يعني كلام أنا ما عدت فكر فيه بصراحة قلت وكأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دارس لعلم الأوبئة ودارس لعلم الفيروسات مع إني إحنا إحنا لما اتكلمنا في علم الأوبئة لم نتكلم في علم الأوبئة إلا بعد منتصف القرن العشرين في أواخر القرن العشرين بدأ نتكلم فيما يسمى بعلم الأوبئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم عن علم الأوبئة من 1442 سنة هذا يضلك على إيه؟ يضلك على صدق الرسالة ويضلك على صدق الرسالة صلى الله عليه وسلم وبعدين نبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إدانا مفتحين للوقاية من الأوبئة البيوساتية إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوه حجر صحة هو وإذا ضار بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها حتى لا تصيبوا إيه الناس خارج المكان دوت فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من نادى بالحجر الصح على مستوى العالم هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وصدق الله العظيم إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير على الحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة